السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ونحن الليلة بتوفيق الله جل وعلا على موعد مع اللقاء الأول بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير وهو لقاؤنا السابع من تفسيرنا لصورة النساء وكنا في اللقاء الماضي بحول رب الأرض والسماء قد توقفنا مع هذا الزجر الخطير ومع هذا التهويل المرير ومع هذا التحذير الكبير من أكل أموال اليتام ظلمة توقفنا عند الآية العاشرة من آيات صورة النساء ألا وهي قول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هل تدبرت الآية؟ هل وقفت مع كلماتها؟ ومع الصورة التي تصورها لمن يأكلون أموال اليتام ظلما إنها صورة تخلع القلوب ورب الكعبة من الفزع والرعب فها هي النار تتأجج وتشتعل وتشوي البطون والأبدان في سعير متأجج في نار جهنم لأولئك الذين أكلون أموال اليتام ظلما معدوانا إنها آية عظيمة مفردة في هذا الوعيد في القرآن الكريم كله تدبر ما أقول إنها آية عظيمة مفردة في هذا الوعيد الشديد في حق من يأكل أموال اليتام ظلما معدوانا ومع ذلك أقول في المقابل في الآية ذاتها من ساعة رحمة الله وكرمه وفضله وبره وإحسانه إلى اليتام ما فيها فاليتام بلغوا مبلغا كبيرا أو شديدا من الضعف والعجز بلغوا فيه الغاية القصوى فبلغت عناية الله جل وعلا بهم إلى الغاية القصوى من مزيد الرحمة والكرامة والحفاظ عليهم والحفاظ على أموالهم هل تذكرون أن الله تبارك وتعالى قد ذكر وعيدا مانع الزكاة بالكي بالنار تدبروا قول العزيز الغفار والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ما هو هذا العذاب وما صورته لأولئك الذين يمنعون الزكاة ويمنعون حق الفقراء والمساكين ويتناسبن حق المنعم جل جلاله في مالهم الذي تفضل به عليهم تدبر معي هذا الوعيد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا وعيد من يمنعون الزكاة مع النار فريضة تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم بالنار لأنه حين يأتيه الفقير يعبس بجبينه هذا أول عضو من الأعضاء التي تقع في هذا الإعراض ثم يعطي الغني جنبه للفقير معرضا عنه ثم يعطيه ظهرة منصرفا عنه بالكلية فهذه الأعضاء التي شاركت تكوى بالنار يوم القيامة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صورة مرعبة لكن أرعب وأخطر وأفزع منها صورة أكل أموال اليتام ظلما لأن هؤلاء الذين يمنعون الزكاة تكوى جباههم بالنار وجنوبهم وظهورهم أما الذين أكلون أموال اليتام ظلما فوعيدهم أن تمتلئ بطونهم بالنار هل تدبرت الفارق بين الوعيدين تمتلئ بطون أكل أموال اليتام بالنار وأصلون في السعير المشتعل المتوقد وشتان شتان بين الوعيدين لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اجي تنب السبع الموبقات أي المهلكات قيل يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربع وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أكل مال اليتيم من الموبقات من المهلكات وفي الحديث الذي راه أحمد وابن ماجة والنسائي وغيرهم بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة يعني إيه إني أحرج عليكم أي ألحق بكم الحرج الشديد والإثم الكبير وأشدد عليكم وأحذركم تحذيرا واضحا بينا أحذركم من الوقوع في ظلم الضعيفين الذين لا حول لهما ولا قوة ولا ينتصران لأنفسهما وقد وصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعف إني أحرج عليكم حق الضعيفين استعطافا وزيادة في التخويف والتحذير لأن الإنسان يا إخواني كلما كان أضعف ولله أخضع وأعجز كانت عناية الله به أكمل وكان فضل الله عليه أتم وكان انتقامه من ظالم هذا الضعيف المظلوم كان انتقام الله من ظالمه أشد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ويا ظالمه إن أخذه أليم شديد إن الله لا يملي للظالم لا تغتر أيها الظالم يا من تظلم اليتام ويا من تظلم الضعفاء والفقراء والمساكين لا تغتر بقوتك ولا بجاهك ولا بمنصبك ولا بقدرتك على الظلم فورب الكعبة فورب الكعبة الذي سينتقم منك لهذا الضعيف المظلوم هو القوي العزيز والجبار الذي لا يغالبه أحد ولا يقدر عليه أحد إن بط شربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل نسيت؟ هل أتاك حديث الجنود؟ تنسيت؟ نسيت ما فعله الله جل وعلا بفرعون وهامان وقارون هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط آيات رب الكعبة تهز القلوب إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة اليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة فلا تغتر بقوتك على يتيم ضعيف لا يستطيع أن ينتصر لنفسه فضلا عن أن يأخذ ماله وحقه منك ولا تغتر بضعف المرأة زوجة كانت أو أما أو أختا أو بنتا فإن ظلمتها فاعلم بأن انتقام الله منك لهذين الضعيفين أشد من ظلمك لهما إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة ولذلك إخواني انظروا إلى حساسية الصحابة ومدى حرصهم وخضوعهم لأحكام ربهم جل وعلا ولمنهج وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه هذا طعام اليتيم لا 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 خليه بعيد هذا شراب اليتيم أبعدوه عني ليه فرب العزة يقول إن الذين أكلون أموال اليتام ظلمة إنما أكلون في بطونهم نارا وسأصلون سعيره فكان كل من عنده يتيم بعد ما نزلت الآية عزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل طعام اليتام يفسد ويخسر إذا تبقى شيء من طعامه لا تمتد إليه يد أخرى بل يحفص له أي لليتيم حتى يأكله مرة ثانية أو يفسد انظروا إلى حرص الصحابة وخوفهم لكن حياة صعبة اللي عنده يتيم في البيت بقت حياة فيها صعوبة وفام شقة واشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فذكروا ذلك لسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم انظر إلى جلال القرآن وعظمته وجماله وإلى كمال وجلال وجمال الحق سبحانه الذي يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا من شيء يصلح معاشهم ومعادهم لما شكى الصحابة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى قوله وأسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم والله والله تسمع الآية تاني اسمع الآية مرة أخرى لتعلم أن الله جل جلاله ينزل من أحكامه وتشريعاته ما يسعد به الخلق في الدنيا قبل الآخرة وما يخفف عليهم به المشقة وارفع به عنهم الحرج ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم أي لشق عليكم ولحرج عليكم ولضيق عليكم إن الله عزيز حكيم لما نزلت الآية خلطوا طعامهم بطعام اليتامة وشرابهم بشراب اليتامة قد بأنت ذلك تفصيلا في صورة البقرة وبعد أن بيّن الحق سبحانه وتعالى بطريق الإجمال في الآية السابعة من الصورة الكريمة في قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا بعد هذا الحكم المجمل في الآية السابعة من آية الصورة كأن النفوس قد تشوفت وتطلعت لمعرفة مقادير هذا الاستحقاق بالإرث ولمعرفة نصيب كل واحد من الورثة فجاء الجواب جاليا واضحا ممن جلت قدرته وعظمت حكمته في غاية البلاغة والتأكيد على الاستجابة والطاعة لوصية الله تعالى التي فرضها والتحذير من التجاوز والإصاني والتعدي فيها لحدوده هو الذي يوصي سبحانه هو الذي يفرض سبحانه هو الذي يقسم الميراث ووأرحم بالخلق من أنفسهم وأبر بهم وأنفع لهم ولا يشرع لهم إلا ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة وما على الخلق إن أرادوا السعادة والنجاة إلا أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويقف عند حدوده وينفذ حكمه سبحانه وتعالى فقال جل جلاله تدبروا معي هذه الآيات المحكمات العظيمات في هاتين الآيتين المقبلتين وفي آية ثالثة في آخر صورة النساء يبين الحق تبارك وتعالى فيها حق الميراث تفصيلاً فيقول جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً أشهد أنه كلام ربي أشهد أنه كلام أحكم الحاكمين أشهد أنه تشريع رب العالمين المحكم الذي لأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل الحكيم الحميد العزيز العليم سبحانه وتعالى هذه الآية إخواني وأخواتي إلى رقم 11 والآلة بعدها والآية الأخيرة من صورة النساء التلت آيات دول هن آيات علم الفرائض هن آيات علم المواريث وهذا العلم الشريف من أشرف العلوم قدراً وأعظمها ذخراً وأفضلها ذكراً ويكفيه شرفاً وفخراً وقدراً اسمع مني اسمع مني هذه الكلمات يكفي هذا العلم أقصد علم النواريث وعلم الفرائض يكفيه شرفاً وفضلاً وفخراً وذكراً أن الله جل وعلاً أن الله جل وعلاً تقدست أسماءه وجلت صفاته هو الذي تولى قسمته بنفسه الله حضرتك تدبرت العبارة والجملة لنا ألتاهدي أكررها وأكدها أقول كفى هذا العلم أقصد علم المواريث علم الفرائض يكفيه شرفاً وفخراً وقدراً وذكراً أن الله جل جلاله وتقدست أسماءه وعظمت صفاته وجل شانه هو الذي تولى بنفسه تقسيم المواريث وأنزلها بالتفصيل في كتابه الكريم ومن باب الأمانة العلمية وردت في فضل علم المواريث والفرائض بعض الأحاديث لكنها كلها لكن الأحاديث كلها لا تخلم الضعف لا تخلو من ضعف منها مثلاً ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل العلم ثلاثة يعني ثلاثة أبواب أو ثلاثة أصول وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة الآية المحكمة هي الآية القرآنية التي ليست منسوخة والسنة القائمة هي السنة الثابتة الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفريضة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن زياد بن أنعم الافريقي وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم بالجرح والتعديل ضعفه الإمام البخاري وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي ضعفه البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما وقد ضعف الحديث الإمام سفيان الثوري والضياء المقلسي وابن القطان وابن كثير والذهبي وابن رجب وابن حجر والألباني وغيره ومنها أيضا ما رواه ابن ماجة بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه أي علموا هذا العلم فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمته هذا أيضا حديث ضعيف فآية محكمة أي قرآنية لم تنسخ وسنة قائمة وفريضة عادلة يقصدون بها علم الفرائض وهذه أحاديث كما ذكرت ضعيفة لكن لا ينفي هذا عن هذا العلم شرفه وفضله ومكانته فالناس جميعا بلا استثناء واحد منهم يحتاجون إلى هذا العلم ويبتلون به ولا غنى لهم عنه وقد ورد في سبب نزول الآيات الكريمة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلم ماشييني يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه ماشييني على الأقدام لزيارة جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا من شدة المرض كان جابر لا يدرك ولا يعقل شيئا فدع النبي عليه الصلاة والسلام بماء يعني طلب ماء فتوضأ بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام توضأ من هذا الماء ثم رش من ماء وضوئه على جابر بن عبد الله فأفاق بعدما كان لا يعقل شيئا أفاق جابر ثم نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما تأمرني يا رسول الله أن أصنع في مالي الله أكبر انظروا إلى أول سؤال بعدما أفاق وعاد إليه رشده وعقله ما تأمرني يا رسول الله أن أصنع في مالي فنزل الجواب من الملك الوهاب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية هذا سبب نزول هذه الآية العظيمة فيه رواية في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وابن ماشا بسند حسن عن جابر بن عبد الله أيضا تدبروا هذه الرواية وقد ذكرتها من قبل قال جاءت المرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتاني ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهم مالا ولا ينكحان يعني لا يرغب أحد في الزواج منهما لفقرهما ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال عليه الصلاة والسلام يقضي الله في ذلك ما عنديش قواف أنتظر الجواب من الله جل وعلا يقضي الله في ذلك الله أكبر ومن تقع الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال عليه الصلاة والسلام أعطي ابنتي سعد الثلثين انتبه لأننا سنحتاج إلى هذه الأحكام وسنحتاج إلى كل كلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمهما اعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن الثمن وما بقي فهو فهو لك طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب فالخطاب في الآية عام موجه إلى جميع المكلفين في الأمة قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأمثى والأبوين كرهها الناس أو بعض الناس لا إله إلا الله نعم لما نزلت الآية كرهها بعض الناس سألوا ازاي الكلام ده قالوا تعطى المرأة الربع أو الثمن في حالات سأبينها الآن قالوا تعطى المرأة الربع أو الثمن من التركة وتعطى الابن النصف ويعطى الغلام الصغير وليس منها ولا يحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون إلا من يحمل السلاح ويشهد الغزوات والقتال ويحوز الغنائم فتعجبوا كيف تأخذ المرأة الربع أو الثمن وكيف تأخذ البنت النصف وكيف يأخذ الغلام الصغير من وهؤلاء جميعا لا يقاتل منهم أحد ولا يحوز منهم أحد الغنائم فقالوا يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وهي لا تركب الفرس ولا تقاتل القوم ويعطى الصبي المراث وليس يغني شيئا وكانوا يفعلون ذلك في الجائلية كما يقول ابن عباس ولا يعطون المراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر الأكبر فالأكبر فنزل التشريع الرباني الحكيم نسخ الله تبارك وتعالى بهذا التشريع ما كانوا عليه في الجاهلية فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين خلي بالك فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهم السلس مع الولد انتبه معي وجعل للأبوين لكل واحد منهم السلس مع الولد وللزوج الشطر والربعة في حالات سأبينها الآن إن شاء الله تعالى أو في اللقاء المقبل وجعل للزوجة الربعة والثمن فقال جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم الله انظر إلى صدر الآية انظر إلى صدر آية الموريث يوصيكم الله الوصية كما قال الراغب في مفرداته هي التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ حلو أو التعريف التقدم إلى الغير بما يعمل به أي بما يوصى به وبما يعمل به مقترنا بموعظة رقيقة ترقق قلبه ليمتثل ما في هذه الوصية يوصيكم الله في أولادكم يعني يأمركم الله تعالى ويفرض عليكم في شأن توريث أولادكم إذا مت أن تعدلوا بينهم وإلا تفعلوا ما كان يفعلوا أهل الجاهلية من قبل من توريث الذكور وحرمان البنات والإناث والنساء بل العجب والعجاب أمرهم جل وعلا بالتسوية بينهم في أصل المراث وفاوت بين الصنفي فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين تشريع العليم الحكيم الخبير تتفزلك هتتفلسف وتقول هذا ظلم بل هذه حماقة لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ليس الأمر محاباة لجنس على حساب جنس ليس الأمر محاباة لجنس الذكور والرجال على جنس النساء والبنات كلا كلا ولكنه تشريع الحكيم العليم الخبير بتوازن وعدل بين أعباء الرجل وأعباء المرأة في المجتمع المسلم خلي بالك فالرجل إذا تزوج امرأة انتبه معي الرجل إذا تزوج امرأة فهو مسؤول عنها مسؤولية كاملة وهو مكلف بإعالتها أي بمعاشها وطعامها وشرابها والإنفاق عليها وعلى أبنائها منه في كل حالة وهي معه أو وهي مطلقة وهي معه ينفق عليها وإن طلقت منه ينفق على أولادها ويمنحها النفق هذا واجب الرجل وهذا حق المرأة على الرجل أما المرأة إما أن تقوم بنفسها وإما أن يقوم بها رجل قبل الزواج كأب أو عم أو خال أو أخ إما أن يقوم بها رجل قبل الزواج أو أن يقوم بها رجل بعد الزواج سواه ليست مكلفة في أي حال شرعا ليست مكلفة لا بالنفق على الزوج ولا بالنفق على الأولاد بل هي مسؤولية الرجل في كل حال فإن فعلت المرأة شيئا من ذلك فهذا تفضل منها تثاب وتؤشر عليه لكن ليس واجبا عليها وليست منزمة أن تنفق على الزوج أو على الأولاد بل هذا واجب الرجل وحق المرأة أو الزوجة عليه وهكذا جاءت الآية العظيمة لتبطل ما كان عليه الناس في الجاهلية من منع توريث النساء لتجعل مراث الأنسة مقررا واضحا معروفا محددا اسمع مني اللي قاية دي بل جعله الأصل في التشريع وجعل مراث الذكر محمولا على مراث الأنسة يعرف بالإضافة إليه ولذا قال للذكر مثل حظ الأنسيين ولم يقل للأنسة نصف حظ الذكر هل تنبرت اللطيفة القرآنية البارعة جعل مراث الأنسة والمرأة هو الأصل هو الأصل ولذلك قال للذكر مثل حظ الأنسيين ولم يقل سبحانه للأنسة نصف حظ الذكر حين لا يكون للميت وارث إلا ذريته من ذكور وإناث فنهم يرثون واخذون كل الترك هؤلاء لا يحجبهم أحد للبنت نصيب واحد وللذكر نصيبان اثنان ولا يخفى ما في الآية العظيمة الكريمة من عظيم رحمة الله واسع فضلي على عباده خلي بالك حيث أوصل حق تبارك وتعالى الوالدين بالأولاد الوالدين بالأولاد يوصيكم الله الله يوصي الوالدين بالأولاد فدل ذلك على أنه جل وعلا أرحم بهم منهم أرحم بهم منهم الحديث الجميل الذي رأى البخاري وغيره حديث عمر رضي الله عنه قال قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سبي فإذا امرأة من السبي إذا وجدت صبيا في السبي أخذت فأل سقته بوطنها فأرضعت فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أترون هذه طاريحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله لا تفعل ذلك أتقدر على أن لا تطرح فقال بأبي وأمي وروحي لله أرحم بعباده من هذه بولدها الأية فيها لفتة بديعة في وصية الحق جل جلاله للوالدين بالأولاد يوصيكم الله في أولادكم ثم يبدأ الحق تبارك وتعالى بذاته العلية تقسيم الميراث بتوريث الفروع عن الأصول فيقول سبحانه فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر لنبدأ به إن شاء ربنا جل وعلا في اللقاء المقبل تتم تفسير آيتي الموريث في أول الصورة لنكمل أحكام الموريث بإذن ربنا جل وعلا في آخر آية من آيات صورة النساء والله تعالى أسأل أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بالقرآن وأن يردنا إلى القرآن ردا جميلا وأن يجنبنا ظلم النساء وظلم البنات في الموريث وظلم اليتامة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا